اشتركوا في القناة ولاية الكاف بين 2 و 4 مليمترات ولاية نابلو ولاية زغوان مليمتر وحيد المليمتران ومليمتر وحيد في كل من ولاية سليانا ولاية سوسا ولاية المناسير ولاية القيروان ولاية القاسرين وولاية سيدي بوزي درجة الحرارة اليوم تراحت بين 13 و 19 درجة في الشمال والوسط كانت في حدود 11 درجة في المرتفعات الغربية أما في تونس الكبرى فسجلنا 16 درجة بالنسبة للجنوب تراحت عموما درجة الحرارة من 20 و 25 درجة حالة التقس اليوم اليوم عافنا مجموعة من السحب اللي كانت تحيانا كثيفة مع أمتار ضعيفة في الشمال ومحليا في الوسط في الجنوب عرفنا بعض السحب فقط الليلة ان شاء الله في الشمال والوسط باش نعرفوا السحب بتتواصل كثيفة تكون مرفقة بأمتار ضعيفة بين الحين والآخر في الجنوب الأمتار باش تتكثف كدري جايا أثناء الليل تكون مرفقة بخلايا رعدية وأمتار متفرقة الريح الليلة باش تكون من القطاع الغربي تقريبا في أغلب الجهات باش تكون ضعيفة فمعتدلة داخل مهات قلب ليد باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل تكون قوية جدا أحيانا في الشمال تنجم توصل للستين كيلومتر في الساعة البحر باش يكون شديد الاثيراب في السواحل الشمالية متموش في بقية السواحل ودرجات الحرارة ليلا تبقى منخفضة في الشمال والوسط بين الستة والاحداش من درجة تبقى منخفضة على الأخير في المرتفعات الغربية في حدود الأربعة درجات وفي الجنوب تكون تراحة بين الاحداش والستاش من درجة بالنسبة الغدوة غدوة منتظرين ضباب محلي كثيف في السباح تقريبا في الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب ثم أثناء النهار في الشمال باش نعرفوا صحب عابرة تتكثف تدريجيا بعد الظهر تصبح مرفوقة بأمتار متفرقة وفي الجنوب والوسط باش نعرفوا صحب أحيانا كثيفة تكون مرفوقة بخلايا رعدية وأمتار متفرقة إضافة إمكانية تساقط البارد في بعض الأماكن المحدودة وظهور الدواوير الرملية في أقصى الجنوب بدرجة الحرارة نشوفها مع بعضنا غدوة 17 في كل من قليبيا نابل وتونس الكوبرا 16 في بنزرد 16 في باجة واتبرقة 17 في جندوبة أقل في الكيف 14 درجة أقل في تيلة 13 درجة يوم الغد 15 في سليانة 17 في زغوان في المدن الساحلية 17 في سوسة والمناستير 16 في المهدية 16 في كل من سفاقص وقرقنا أعلى شوية بالقيروين 18 درجة يوم الغد 16 في سيدي بوزيت 13 في القاسرين 18 في قفصة 20 في قيبس أعلى في توزر وقبلي 22 و23 يوم الغد وفي مناطق الجنوب الشرقي ززير جربة بيش تكون في حدود 20 درجة 22 في مدنين 24 في تطاوين 28 في ارمد بالنسبة للميلاحة وصيد البحري يوم الغد في سيرات وخليج تونس الريح تكون من القطاع الغربي تتجاه إلى القطاع الشمالي سرعتها في سيرات بين 15 والعشرين عقدة البحر يكون شديد الاثتراب ويصبح متموش في خليج تونس سرعتها بين العشرين والخمسة وعشرين عقدة مؤقتاً ثلاثين عقدة تتقلس آخر نهار بين 15 والعشرين عقدة والبحر يكون شديد الاثتراب ويصبح متموش بالنسبة لخليج الحمامات الريح تكون من القطاع الغربي تتجاه إلى القطاع الجنوبي سرعتها بين الخمستاش والعشرين عقدة والبحر يكون متموش في الشابة الريح تكون من القطاع الشرقي وتتجاه إلى القطاع الجنوبي سرعتها بين الخمستاش والعشرين عقدة مؤقتاً 25 عقدة والبحر يكون متموش وفي منطقة خليج جبس الريح تكون من القطاع الشرقي فتتجاه إلى القطاع الشمالي الشرقي وسرعتها بين الخمستاش والعشرين عقدة مؤقتاً 25 عقدة والبحر يكون مسترب فمتموج درجة الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدوة 28 في نوكشات 19 في الدربيضة 15 في الجزائر 22 في ترابلوس حرارة عالية نسبياً في الخرطوم 42 درجة يوم الغد 24 في القاهرة 33 في مكة 37 في المدينة المناورة مسقط 29 في أبوظبي دوحة 29 في الكويت 24 مع أمتار في بغداد 18 في دمشق 17 في بيروت 24 مع أمتار في القص الشريف أمتار أيضاً في اسطنبول في أوروبا غدوة 17 في روما 18 في فيانا 14 في كل من بيرلين أمستردام وبروكسل 13 في لندن 17 في بيريز 14 في مرسيليا 16 في مدريد 19 في الأشبولة تتورج الجواية للأيام القليلة المقبلة يوم الأحد بشيكون الجو ملائم لنزول أمتار متفرقة ورعدية في الشمال في الوسطة ومحلياً في الجنوب الريح بش تكون من القطاع الشمالي في الشمال والوسط بش تكون ضعيفة فمعتادلة بش تكون قوية نسبياً من القطاع الشرقي في الجنوب حيث تكون مثيرة الدواوير الرملية والأتربة بالنسبة للبحر بش يكون مثرب فقليل الاثتراب في السواحل الشمالية ومنطقة خليج الحمامات مثرب في بقية السواحل ودرجات الحرارة في انخفاض ثفيف بين الاثناش والسوتاش في الشمال والوسط بين السبعتاش والوحدة وعشرين في الجنوب تبقى في حدود التسعة درجات في المرتفعات وتوصل الستة وعشرين في أقصى الجنوب نتعدى اليوم الاثنين يوم الاثنين بقايا أمطار في الشمال والمناطق السحيلية الشرقية الريح بش تصبح من القطاع الشمالي عموماً البحر يكون مثرب في كافة المجالات ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف فوقات الشروق والغروب اليوم الغد وغدوة ان شاء الله الشروق على الساعة السادسة وعشر دقائق والغروب على الساعة السادسة وتسعة وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمد تسطل بين رقم موزع سوتي 484-0 تخلي أرسية قصيرة على 85-185 وإلا أيضاً زرنا مقع الويب www.meteo.net الصالات غدوة ان شاء الله الصبح على الساعة الرابعة وثين وعشرين دقيقة الظهر منتز في النهار وواحد وثلاثين دقيقة العاصة على الساعة الثالثة بعد الزوال وستة وخمسين دقيقة المغرب على الساعة السادسة وواحد وربعين دقيقة وأخيراً للإشارة على الساعة الثامنة وسبعة دقائق أعزاء المشاهدين شكراً حسب المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء